اشتركوا في القناة 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 جاي يحب اللغة الانجليزية ويعشق في اسمه لغة انجليزية ويريد يكون طالب جدا متميز باللغة الانجليزية هذا هدفي listen and find the safe access center اذا استمع واعثر دور على مركز التعلم عندنا هنا خريطة هادي وعدنا هنا listening استماع هذا الاستماع ما موجود بالكتاب موجود بالاخير اوديو على شكل استماع لازم انت اللي تسمعه لكن اش يسوي أخلي لك النص عاون تقرأ وترجمة وبعدين نروح نحل بشكل طبيعي خلونا نسمع تراك تين طبعا هذا الأوديو رقم عشرة أخوة المدرسين زملائي يسئلوني يشوفون شرحي أيضا من أساتذتني وزملائنا أخواني قاعد يسئلوني يقولوا الأستاذ خلينا رقم التراك على مودة نشغلها للطلاب كل الاحترام هذا رقم عشرة خليتلكم يا صراحة متش أنتم خليه بس خليتها على مودة تسمعونا للطلاب اللي هنتوا بالصف وعيوني لكم طلاب وأساتذة طيب راشد يقول عذرا راشد يقول العفو عفوا كيف أصل إلى مركز التعلم يعني شون أروح لها المكان خلينا أقول لك شغلة وين هم ليحبون اللغة الإنجليزية ويحبون مادة درس اللغة الإنجليزية مع أستاذ محمد النوفلي وين هم طلابي وين هم حبايبي هذه الجملة الآن من شنطالب رابع وخامس إعدادي شنط هاي الجملة أظل أحفظ بيها وظل أكرر بيها وعلى مودة أقول لغتي أظل أكرر بيها شنطلحا للكلام رجاء أخبرني كيف أصل إلى مركز التعلم الذاتي وش يسوي هنا أغيري هاي أشيلها أحذفها ها أحذفي هاي العبارة وش يسوي أجيب عبارة ببدالة عنها يعني شون يعني مثلا أقول مثلا هاي اللي يمكنك أن تخبرني كيف أذهب إلى الصيدلية وابدي أغير بالجمل وأغير بالكلمات أريد أحكي إنجليزي لازم يكون عندك هذا الشعور حوايبي طلاب الرابع مو بزاني دور نجاح لا أريد يكون عندك لغة قوية يا بطل زين نكمل من الرجل بالطبع شنطل هاي شمعنا شون واحد دمن يفكر مثلا واحد يقول واحد يقول أستاذ شون رأيك ولأسهل يقول لكم والله يعني سهلة أو صعبة فهذه هاي الصوتيات هاي شي يسمونها أصوات خص المشاعر طيب اذهب من خلال الباب coast and turn left واستدر على جهة اليسار Go straight until you see the building machines يعني روح الحد ما أنت توصل إلى آلات البيع ماشينز آلات يعني الحد ما توصل على أماكن البيع ثم ترن رايت ثم استدر على جهة اليمين ووك باست كافيتورية وبعد ذلك اذهب بجوار صف الكافيتورية مركز التعلم الذاتي هو الباب الثاني على جهتك اليمين على يمينك مقابل غرفة المدرسين أو المعلمين هذا أنطاني وصف أوديو صوت هذا الكلام أنا أسمع أكثر من مرة أوديو وأقرأ أكثر من مرة ألمد حسن لغتي شوية وبالأخير راشد قال له thank you الآن هنا شي يقول what can you do in the self-access center ما الذي يمكن أن تفعله في مركز التعلم الذاتي listen استمع شوف جملة بدأت الفعل هذا فعل أمر listen استمع and follow واتبع واتبع the tour with pictures واتبع الجولة اللي موجودة مع الصور are any of their ideas are any of your ideas هل أي من أفكارك your ideas يعني أفكارك الخاصة your friends أصدقائك your books كتبك your يعني خاصتك ideas أفكارك mentioned هل أي شي من أفكارك تم ذكره أنا عنده هاي الصور ويقول شل الشغلات اللي تم ذكرها طيب أنا هنا ش راح أسوي أيضا عندي نص استماع راح أسمع هذا الناس وأشوف شنو الشغلات اللي تم ذكرها واللي ما تم ذكرها في هذا الأوديو في هذا الصوت اللي موجود في صفحة 119 هذا هو اللي هو رقم الصوت 11 اللي هو رقم الترك 11 إذن خلونا نبدأ بالصوت نشوف شي يقول الصوت could you tell me طبعا حبايبي خلونا نسمع الصوت could you show me how to use the self-access center إذن سؤال الأول يقول could you show me how to use the self-access center هل يمكنك أن تخبرني هذا السؤال الغير مباشر سؤال الإحساس يا ملك الإحساس هل يمكنك أن تخبرني كيف أنا استخدام مركز التعلم الذاتي يقول هو طبعا وهذا راشد هو كان هنا كان ضايع يدور قال لهم وين أدلوه بالمكان بعدين اجي هنا الليقى بالمركز التعلم الذاتي الليقى المدرش تيجر مدرس خلنشوف المدرس وش راح يقول له الكمبوطر المدرس الكمبوطر 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 المدرس له مدرس الكمبوطر أبقي المدرس سعيد مدرس مدرس بس أقعد وخلي كلمة تسر قليل نسمع إذن حبابي شوفوا هذا الصوت كلش مهم ضروري تسمعونا ضروري جدا تسمع الصوتيات على موجة تقوى لغتك كمل راشد قال لها I haven't got a password أنا ما عندي password هذا الجملة مضارع التام I have not got have زاد تصريف ثالث I haven't got طيب كمل teacher شي يقول before you go do you have magazine شوف شي يقول خلونا شوي نعيدها I haven't got a password don't worry I'll give you a password don't worry don't worry لا تقلق فش عبارة حلوة تخبر حفظوا رياها أريد التعليقات تحترق انقليزي ماكو عربي كل انقليزي بعد don't worry لا تقلق حتى اذا واحد يقول انا اول واحد ماارج واحد يقول بعد انا اول واحد I am the first one I am the first I am the first انا هو الاول كل انقليزي بعد ها متفقيل هل يوجد مجلات وصحف هل يوجد مجلات وصحف نكمل شوف teacher ايش راح يقول لازم تقرهم هنا المجلات لطلحهم خارج المركز they are easy to lose they are easy to lose يعني بسهولة واحد يغيقهم يعني نغيقهم هنا من انقليزهم بعد here are the language books we have hundreds of books in english you can read them here of course but you can also borrow books to read outside وتقدر ايضا الكتب باللغة الانجليزية you can read them here تقدر تقراهم هنا of course طبعا but you can also borrow books to read outside وتقدر ايضا تأخذ كتب تستعيرهم ازعارة وتقراهم خارج المكتبة خارج مركز التعلم الذاتي راشد how do I do that شلون اسوى هذا الشي اذا عرفنا معلومة بالانجليزية اذا واحد يريد يقول له شلون اسوى هذا الشي اقول له how do I do that شلون انا اسوى هذا الشي how do I do that يعني اذا واحد تريد يقول الواحد شلون انا انزل فيديو لأستاذ نحمد النوفري اقول how can I do that شو انا اقدر اصبو هذا الشي كمل تيتر رزقالة fill out a card and bring it to the كمل fill out a card and bring it to the desk as you leave تقول له شون اللي اريد من عندك تم لهذه البطاقة وتجيبها وياك للمكتب من تريد اتغادر as you leave leave معناها يغادر كلمة مهمة جدا راشد قال له televisions شو تعجب وهذه الشغلة حل مهمة دائما الحبايب باللغة الانجليزية من اريد نقول لغتنا من اريد نحكي انجليزي ضروري احنا نستخدم هذني اللي هنه emotions sounds اصوات لغوية هذي شون televisions تلفزون تعجب مو اجي واحد اقول انا مرات اشوف طلاب بي قرون خصوصا اول ما يعني اول ما احكي يوم سواء بالمدارس او مرات دورات جوجل ميت اي مكان يعني خصوصا يعني الصفوف الاول من تغسط لمن يقرأ fill out a card and bring it to the disk هذا فلط هذا سؤال لازم حط علامة سؤال تعجب تعجب تلفزون تعجب تلفزون تلفزون كان اي واحد شده تلفزون ها طبعا حتى طلاب جامعة يعني انا زملائي في الجامعة هميش يقرون هذا غلط جمل تلاحظ هنا علامة السؤال يمط السال فمط شوف شيقول كان اي واحد تلفزون ها اقدر شوف التلفزون هنا شوف 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 شون معناها ذي الكلمة معناها الشاشة اللي هي معناها الشاشة المخصصة اللي موجودة هنا هي فقط لمشاهدة الفيديوهات التعليمية لا تغير القناة لا تغيرها لا تروح تغيرها طيب راشد لدي أية ترابة في الم tri complete الشاشة لك أفلام بلغة للنجليزية كل شيء مهمة معناها يزعج طبعاً هنا قالوا لأ أوكي دعنا نضع لك كلمة سر للكمبيوتر لأنه سيأخذ الكمبيوتر فطبعاً هذه هي القصة هذه هي المحادثة حبايبي أتمنى الآن درسك بالصف وأنت يمي وخلي واحد أنت وواحد من زملائك يقوم نسوي هاي المحادثة قدامي بالصف ونتدرب ونتعلم عليها يا ريت لو أدرسك بالصف ونقدر نسوي هاي الفعاليات بس يعني نتعرفون بعد وإن شاء الله تتعلمون هنا وأريد منعتكم أنتوا أيضاً تسوون هاي المحادثة بينك وبين زميلك ويا ريت لو يعني يعني هي شيء نعيدها أكثر من مرة على المرة ندرب ونتعلم عليها نجي الآن إلى تمرين رقم ثلاثة يقول أربط هذه الجمال مع الصور هذا الموجود في طبعاً يقول لا تحاول تغير القنوات لا تحاول تغير القنوات هاذا الفقرة وين موجودة يا صورة من هذن الصور اللي أخذناها توني وينها؟ يا هو اللي يقول عليها؟ وينها اللي يحكي بيها هذا الموضوع اللي هو الإي اللي هو التلفزيون فهذه الصورة فهو قاعد يقول لك أربط هذن الجمل ويا ذن الصور اللي قدامك فالأولى الحل مالتها الثانية لمن يقول لا تأخذ المجازين الصحف والمجلات وياك خارجها هو أما عندما يقول ارتدي الهيد فون ارتدي الهيد فون ارتدي الهيد فون ارتدي الهيد فون سماعة الاذن على مود ما تزعج الاخرين الحل هو وياه F وفل out a card املأ هذه البطاقة او اكتب هذه البطاقة and bring it to the desk الحل هو ويا الصورة رقم D أما فقط اجلس and type your password بس اقعد واكتب الكلمة السر مالتك الحل هو ويا E اما رقم الاخر نقطة click on the icons for the program you want اضغط على برنامج اللي تريده هو الحل رقم B ايه هنا حبايبي خلصنا هذا الدرس اللي كان بالستيودنت بوك شوفكم ان شاء الله بخير فنالكم كل التوفيق ونلتقي بكم في محاضرات جميلة وممتعة وحتى نتعلم ونتونس باللغة الانجليزية اشتركوا في القناة